قضاء الدجيل هو قلة تصريف المياه لآسنة وبالأخص المجاري احنا عدنا احياء جديدة والمنطقة توسعت فاحياء جديدة لا مشمولة لا بالمجاري لا بالخدمات الاخرى يعني تعبيد الطرق واحنا مقبلين على صيف وهذا اغلب الشوارع اغلب يعني اللي بيوتم سوية امها حفر وهذا الحفر حتتجمع بيها المياه لآسنة وهذا المياه لآسنة تودي الى ايضا تجمع النفايات وهذه النفايات تودي الى يعني حتذي الناس بالامر هذا يعني فالناشد الحكومة المحلية الحكومة المجلس المحلي في الدجيل مديرية البلديات يعني الاهتمام بهذا المشكلة ومطالبة الجهات العليا بتوفير الامال اللازمة لادامة هذه الخدمات من جانبه ذكر عضو مجلس الدجيل ان هناك خطط لعمل منظومة المجاري للمدينة لكن ما حدث من ارهاب داعش خلال الفترة الماضية اوقف الكثير من المشاريع واهمها مشروع مجاري الدجيل حسب قوله الله الرحمن الرحيم بخصوص موضوع المجاري الدجيل حقيقة عند دخول داعش عام 2014 وحدود الشهر السادس اكو هناك كان مشاريع مستمرة من قبل الوزارة لتهية مجاري الدجيل وكلفتها بحدود الـ 17 مليار دينار عراقي لكن عند دخول داعش اوقفت هذه كل المشاريع استراتيجية وكان هذا فعلا هو مشروع استراتيجي ليخدم جميع قضاء الدجيل تقريبا بحدود 100% لأكمال مشاريع المجاري ولكن توقفت هذه الاعمال بسبب الازمة المالية التي تمر بها الحكومة المركزية فيما ذكر مدير مجاري القضاء ان قلة التخصيصات المالية الى الدجيل اثرت بشكل سلبي على الكثير من عمل الدوائر ومنها دائرة المجاري فيما وعد المواطنين خيرا بقادم الايام موضوع مجاري الدجيل احنا حاليا بالمركز المجاري نعاني من قلة التخصيصات المالية وعندنا مشاريع متوقفة وهو مشروع مجاري الدجيل الموحد هذا يشمل كل القضاء بالكامل حتى اذا كمل المشروع صير نسبة الخدمة بالدجيل 100% هذا المشروع متوقف من تاريخ دخول داعش للعراق تدرون بهذا الموضوع واحنا حاليا في صدد ععادة حالة المشروع من ضمن التخصيصات المالية للوزارة طيب الحياة اللي ما بيها مجار لا زالت شنون هو لا زالت لان المشروع متوقف لقناة صلاح الدين الفضائي حميد الجميلي قضاء الدجيل ترجمة نانسي قنقر